في العام الجديد متوقع لو ما اخدناش اجراءات ان احنا كنا نوصل لمية خمسة واربعين مية وخمسين مليار جنيه قيمة دعم وده رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول ان هو يتحمله ولا الموازنة العامة وفي حالة انه تتحمله الموازنة العامة ده هيكون على حساب قطاعات اخر هيكون على حساب التعليم والصحة والخدمات وهيكون على حساب ايضا الدعم الاخر اللي احنا بنوجهه وبالتالي كان لازم ناخد هذا الاجراء علشان نقدر نصحح المصار بالنسبة للدعم في العام المقبل باذن الله عايز اقول انه الاجراء اللي احنا اخدناه هو اعادة توجيه للدعم يعني احنا بنتكلم على دعم في 2017-2018 بنتكلم على 333 مليار جنيه فاللي حصل ان احنا اخدنا جزء من قيمة الدعم الموجه للطاقة واستفدنا به في دعم اخر وهو الدعم اللي يهم المواطن محدود الدخل والفقراء في مصر زي بطاقة التموين زي برنامج تكافل وكرامة زي زيادة المعاشات وايضا اخدنا جزء وزودنا بيئة الاجور بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% للمغير المخاطبين بخلاف العلوات الدورية يعني احنا جزء من هذا الدعم يعني اخدنا الدعم ده ووجهناه لمحدود الدخل واضفنا عليه كمان موارد اخرى بحيث ان احنا نعمل الحزمة الحماية الاجتماعية اللي احنا خضراتكو على علم بيها وكان اعلن عليها السيد رئيس الجمهوري ده الاجراء اللي احنا اخدناه في الوقت الحالي فاحنا عملنا حماية اجتماعية للمواطنين محدود الدخل والفقراء وفي نفس الوقت اعادنا توجيه الدعم مرة اخرى لهذه الفئة من المجتمع احنا دايما كنا بنقول ان الدعم لا يصل الى مستحقية ودايما بنقول انه ليس هناك عدالة في التوزيع فيما يخص الدعم ده الاجراء اللي احنا بناخده النهاردة احنا بنحاول النهاردة ان احنا نصحح مصار هذا الدعم بان احنا نقل القيمة الدعم في الطاقة ونوجهه الى قطاعات اخرى سواء كان في التنمية سواء كان في الخدمات سواء كان في دعم مباشر للمواطن المصري محدود الدخل ده الاجراء اللي احنا اخدناه النهاردة وهذا الاجراء هو جزء من منظومة الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنشتغل عليها احنا يعني لازم نبقى عارفين انه يعني هذه المرحلة لا تحتمل زي ما قلت قبل كده لا تحتمل ان احنا نؤجل القرارات الدعم هو احد المشاكل التي تواجهت مصر وما زالت تواجه مصر على مدار يمكن الاربعين سنة الماضية احنا بنواجهها النهاردة وبنواجهها بقوة وبنواجهها بهدف ان احنا نصحح مصار هذا الامر ونعيده مرة اخرى الى المصار الصحيح بحيث يبقى احنا بنقولش ما فيش دعم نبنقول يبقى فيه دعم ولكن الدعم اللي من يستحقه وليس دعم يعني بشكل عام لا يستفيد منه من يعني يحتاج فعلا لهذا ترجمة نانسي قنقر